السلام عليكم متتبعي القناة هاليوم جيتكم في سعرات أخرى يعني من بعد كنت ندير يعني كتابات وتقدف للشاشة الآن يعني أحد الموضوع موضوع يهم جميع المغاربة يعني موضوع كوش كهدو على قد يديا الفيروس كورونا يعني شنواتهم به الدولة باش تساعد الناس يعني الطبقة الضعيفة أو الطبقة الهشة اللي ما عندهاش موارد داخل يعني موارد يعني اللي يمكن لها أنها تعيش حيث أنه سدع العباد الله كاملين مبقاش الواحد يلقى كيفش أنه هو يحصل على يعني على القوت اليوم دياله الدولة في إطار يعني مشاورات قررت أنها تدير واحد صندوق كما تعرفوا أنه صندوق من اللي بدأت هاد المرض اللي يستر يعني مجمعوا براكة ديال الفلوس وشافوا أن الناس اللي ما عندهمش دخل يعني موظفين الناس الأخرين عندهم عندهم أجر ثابي يسمع ليس مشكلة يسد عليه بغيش ليس مشكلة ولكن الناس مساكل اللي ما عندهمش ليحسن العون كما كنت نشوفوا أن المغرب يعني نسبة الفقر نسبة عالية نسبة كثيرة يعني أنه يعني أنه أنك ستجد الواحد أخضاره وراء مشكلة كبيرة ما عندهش ما يكون لكنا غادي نموت نموت للمهم نخرج بحالي للشارع ونظر نموت بكورونا ولا نموت بالجوع ما يبقاش أنه ما عندهش اختيار يقول لك تعددات الأسباب والموت واحد المهم مشكلة لكي ندخل في هذا الموضع أن الجديد اللي جات به اللجنة في قدر الاقتصادية يعني واحد اللجنة مكونة يعني في الحكومة في اليوم الثلاثة يعني هذا شيء قديم شوية حتى ثلثيام وربع أيام لتدابير لكي أنها تدعم القطاع المهيكل لكي هو القطاع غير المهيكل يعني المسكينة اللي كيفرش اللي كيبيع في الزنقة اللي عنده حمار وكروسة وجارهم اللي عنده موتوسيكليست وكيبيع يعني إنسان ما عندهش ما عندهش دخل قار نهار يصور خمس مدرهام نهار يصور سبعين نهار ميصور نهار يجريوا عليها المخازنية نهار يدوله السلعة وكعار نحن في المغرب الحمد لله أن الدولة قررت أنها تحاول تخفيف يعني تخفيف يعني هذا المسائل جاءت بوحدة سرعة كبيرة يعني انتشار هذا المرض كنت تشربوا بوحدة سرعة كما كما قلت كان عندك وحدة قنية كتولد يقول لك عشرة من بعد يقول لك عشرة كل عشرة يقول لك عشرة يطلع يعني تدابير استعجالية المهمة ندخل لصول موضع هذا المرحلة اللولة المرحلة اللولة كما قالوا تهم الأسر التي تستفيد من خدمة راميد وتعمل في القطاع غير المهيكل وأصبحت لا تتوفر على مدخول يومي إثرة صحية يعني بالدارجة أن هذه الأسر التي لا يوجدها لها راميد يعني فئة هشة يعني فئة كبيرة من المجتمع المغربي لا يحصل العون هذه لا تستبدأ من هذه الصندوق يعني أن هذه الاستفادة التي تتم لها شرط الشرط الأول هو أن تكون عندك بطاقة راميد يعني تكون مثلا تكون صالحة لحد الآن وأشير كذلك أن بطاقة الانتهاء الصلاحية ديالهم إلى غاية 31 يعني ديسمبر 2017 رها حتى هي داخلة أفضل الإطار أنا شرت بعض التلوينات وبعض الفيديوهات يعني ما فهموش الناس الذين دائرين بعض القنوات كذروا هم ما فهموش هذه القضية كيف تتوزع لهذه الناس المهمة نزيد ونكمله في هذا الموضوع أن نقرأ نقرأ البلاء ونحاول نشرح المسائل التي صدرت على وزارة المالية ليس أن نجيب مراعسة ونبقى ندخل لا هذه المسائل يعني أن أي واحد يمكن أن يطالع عليها أن الواحد يمشي مثلا تمشي لجميع المواقع أنا أنا أنصح للناس الذين يريدون يمشي لتويتر معروف لما تمشي لرئيس حكومة المغرب يعني جميع الأخبار تكون منشورة ما بدون يعني يعني 100 ألف ريال يعني 800 درهم للأسرة المكونة من فردين أو أقل يعني أن جوج الناس يعني أن جوج الناس يعني ما أو يعني جوج الناس يعني جوج الناس يعني أكثر من جوج يعني أن أسرة مكونة من ثلاث إلى أربع أفراد يعني الرجل ومارسوا عندهم جدراري هذين يتقادوا ماشي أجروا لكن المساعدة هي ألف درهم لأن الأسرة مكونة كتر من أربع الأفراد يكونوا خمسة أو لسة أو لعشرات المهم يعني المبلغ الأقصى هو 1200 درهم هذي بالنسبة بالنسبة الأفراد قلنا اللي كتوفروا على بطاقات الرامدة ستكون لديها لحد الآن ستكون السلحة المنتهية في السنة الماضية 30 ديسمبر ستكون مقبولة يعني كانت حمل واحد كانت تتهيلوا البطاقة ومكيسقوا الخبار وعند الناس مساكن هذين عندهم بطاقات الرامدة يعني ناس لا أعرف وحتى نسبة الأمية مرتفعة يعني السيد لا أعرف 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 بطاقات الرامدة يعني 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 ما هو الإجراء كيف أن الواحد يستفد من هذه المسائل وأنه يرسل الرقم ديال البطاقة الرامدة الخاصة به عن طريق رسالة اسمس يعني رسالة قصيرة إلى الرقم التالي 12-12 يعني أنك ترسل فقط الرقم ديال البطاقة الرامدة ترسله إلى الرقم 12-12 يعني أنك فقط تقوم بهذه العملية وأن الجهات المختصة تتكلف بكل شيء أنه عندهم يعني جميع المعلومات ديال أي واحد برقم ديالك عندهم جميع المعلومات عن ذلك أنت الزوجة ديالك الأبناء يعني جميع المعلومات راكينا في هذه القاعدة بيانات كين يعني أن هذه العملية هذه العملية ستبدأ توزيع المساعدة تدريجيا ابتداءا من 6 أبريل يعني أن الواحد يبدأ يرسل من الآن يرسل الرقم الرقم بطاقة الرامدة له هذا الرقم 12-12 يعني وأن الدفعة الأولى تدريجيا المساعدة ستبدأ يوم الاثنين لمقبل لم يكن المقبل نحن نار 27 ستكون في يوم السادس يعني ستكون باقي هذا العشق يام أو أكثر وكين هناك يعني ما كينش غير ترسل رسالة اسميس الناس اللي ما عارفينش يمكن لهم يعيدوا هذا الرقم وما غير يتلاقاوا أعوان ما غير يتكلفوا بهذه القادية وكين كذلك بوابة إلكترونية بوابة إلكترونية يعني باش أن وزارة قصة المالية باش ما يبقاش ضغط لهذا لهذا الرقم كين هناك واحد المنصة إلكترونية يعني واحد الموقع إلكتروني اللي حدثته الوزارة في هذا السادس باش الناس يتمكنوا ويدخلوا ويعطيوا المعلومات ديالهم يعني أن بهالإجراء أن الدولة تتحاول يعني يتقيس أكبر عدد من الناس هاتش هات أعلنوا عليها سواء عبر تلفازة عبر وسائل التواصل الأخرى سواء عن انترنت أو غيرها كين عندنا واحد المرحلة الثانية الأوسار التي لا تستفيد من خدمة راميد والتي تعمل في قطاع قطاع غير مهيكل والتي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي سيتم منحها نفس المبلغ المذكور سابقا يعني غالجينا هاته الناس هاته عاود معاهم شراميد هنا كل واحده الضرف دياله كل واحده كيفاش الله أعلم أربع عالم بأي واحد ما عندهم شهر عميد للظروف أو أخرى يمكن لهم يتابعون نفس يعني نفس المبلغ يحصل عليها يعني 800 درهم بالنسبة لواحد حتى الوجود للأشخاص و1000 درهم بالنسبة لثلاثة حتى أربعة أشخاص و1000 درهم و1000 درهم بالنسبة لأكثر من أربعة أشخاص يعني لو سأخذكم فيها عشد الناس واللعشرين المهم المبلغ الأقصى يحددوا في 1200 درهم هذا هو المبلغ الأقصى يعني الناس هدو اللي ما عندهم مش كم ما ذكرت ما عندهم شراميد وكانوا خدامين وفي قطاع غير مهيكل مثلا هذا بيع شريف السوق هذا مسكين كي يهز السلعة كل واحده بفشك صورتهم يعني هادو الناس هادو مغيستفدو جدابا تبدوز المرحلة ديال الناس كما تكرت في الأول أنه مغيستفدو الناس اللي عندهم مره مغيستفدو هادو المبلغ اللي تكرت وقد جزت المرحلة الثانية مازال كما أسمت أنه سيكون مستئة انترنت يعني واحد الموقع الإلكتروني اللي يمكن للناس يديروا فيها التصاريح ديالهم وكين وحد حاجة أخرى أن يعني يعني أنه جاء في هذا البلاع كذلك أن الناس مثلا يعني كما لحدثوا أنه كتر الأخبار الموزيفة كي يكترون صعبين كي يكترون بزاف ديال ديال المسائل اللي أنه إنسان راح في حد الحالة يرتلها من الخوف إنسان سد عليه وكين خور ما عندوش ما عندوش دامير ما عندوش أخلاق ما كي يحش أنه كي يحدث ضرر بالنسبة للناس والناس أخرين كما سمعت سمعت أشتوقيت أن بزاف ديال الإشاعات اللي أننا مواطن مسكين الإنسان البسيط الإنسان اللي اللي تفكيروا بشان نقول بسيط الإنسان اللي حسن لعون رماء قارج ما عارش كي تيق أي حاجة بشي حاجة مخالف القانون على غادي مهم غاديش بدوهم كما نقوله باللغة ديالنا والمهم كنتمنى أنكم فهمتوا من خلال هذا التوديح البسيط وإلى اللقاء يعني في منشور آخر أو حوائج أخرين ممكن تمنى أن هذا التعليق البسيط يكون أجم بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما كنت نساش بالنسبة للناس اللي يكتشفوا الفيديو في أول مرة أنهم يشتركوا أنهم يكون إعجاب ويكون تعليقات وتكون ليس نفهم شي حاجة نحنا نكون بشي نوضح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء في حلقة أو في فيديو آخر إن شاء الله السلام عليكم